بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلبة التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا طلبة التعليم الصناعي قسم أعمال الخرصانة المسلحة الصف الثالث النهاردة إحنا يعني إن شاء الله عايزين نتكلم مع بعضينا أو نكمل حوارنا مع بعضينا اللي فتحناه اللي هو السلالم طبعا اشتغلنا مع بعض الحلقات اللي فاتت واتكلمنا مع بعض في الحلقات اللي فاتت على السلالم وقلنا أنواع السلالم كتير طبعا وقلنا في عندي السلالم الهندسية في منها السلالم الدائرية والنص الدائرية والشبه قطع ناقص وكلام ده كله طبعا اتكلمنا عليه وعرفنا إيه هو محل السلم هو محل السلم اللي بيحدد لي شكل السلم يا إما مربع يا إما مستطيل يا إما أشكال هندسية زي ما قلنا وكمان السلالم أشكال وأنواع واتكلمنا على كل نوع لوحده وبدأنا نتكلم مع بعض في نهاية الحلقة اللي فاتت على تصميم السلالم وعرفنا أني عندي قانونين مش نتكلم فيهم طبعا عشان خدنا فيهم حلقة كاملة وتكلمنا باستفادة على قانون السلم اللي هو القانون الفرنسي والقانون الإيه والقانون الإنجليزي وقلنا أن القانون الفرنسي الفرق بين الاتنين حوالي اتنين تلاتة سنطي اللي هم فرق بين القانون دا والقانون دا اللي هي النتيجة بتاعته ولكن القانون في القانون يعني بيستخدم فيه بالبوصة والقانون التاني بيشتغل بالإيه بيشتغل بيشتغل عليه على السنطي أو بالسنطي المسافات بتاعته بتمشي بالسنطي طيب عشان نحدد ان احنا طبعا فهمين وفهمنا في الحلقة اللي فاتت واشتغلنا مع بعض الحلقة اللي فاتت عايز اديك مثال نبدأ بمثال لان حلقتنا النهاردة هتبقى في السلالم على نوع من انواع السلالم المستخدمة في الخرصانة المسلحة او في تلتة خرصانة يعني او في اعمال الخرصانة اللي هو السلم الحصيرة السلم الحصيرة وكمان النوع التاني اسمه السلم المصمم درجو ككابولي ركز في الكلام المصمم درجو ككابولي طيب السلم الحصيرة ايه والسلم المصمم درجو ككابولي ايه هكلمك فيها بعدين يعني كمان شوية كده بعد لما ناخد المثال اللي جاي دوت على تصميم السلالم اشوف الناس فكرة ولا مش فكرة تفضل كده نقرأ المثال مع بعضينا بنقول بقى المثال اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي على اساس ايه ان احنا خدنا القانون في الحصة اللي فاتت او في الحلقة اللي فاتت مع بعض فانا عايز اشوف الناس بقى الناس هتشتغل ولا مش هتشتغل الناس فهمت القانون ولا ما فهمتش انت تفتح كراستك دلوقتي او ورقتك والدفتر اللي انت بتشتغل عليه وبتذكر فيه وتكتب ورايا المقاسات اللي هقولك عليها للسلم ده عشان عايز تماليني بقى وانا هحل المثال ده اكتب ورايا كده بيقول لي عندي وليكن خليك معي على الداتا كده عشان نشتغل مع بعضينا بعد اذنك بيقول لي ايه بيقول ان عندي زبط الداتا كده الاول ايوة تمام بيقول لي ان يسلم من الخرصانة زاتة الايه زاتة المنور ايه دي السلم اهو زاتة ايه المنور يبقى دي السلم على طول اعمله مكون من اين من قلبتين اهو حلم يبقى السلم منور على طول اقوم رسمله قلبتين وفي منور فين منور في النص دي صدفة ودي صدفة ودي قلبتين يبقى السلم من الخرصانة زاتة منور ضيق مكون من قلبتين يصل بين منسوب متر و 30 زائد متر و 30 يبقى قوم ككتب المنسوب زائد متر و 30 على طول لازم تكتب أي معطيات يدها لك تكتبها زائد متر و 30 اللي هو منسوب الأولاني وكمان عندي إلى منسوب 4 متر 4 متر ونص المنسوب إلى أقول إلى 4 متر وإيه فإذا علمت أن القلب بعرض كام متر وعoisرة عرض القلبة متر وإيه متر وعشرة خلي بالك عرض القلبة ده مش هيديني بقى الدرجة انا هقول لك وفي الاخر انت بقى ايه طلع الكلام داو عرض القلبة متر وإيه متر وعشرة وعرض الصدفة عرض الصدفة بسوي كام هندسة متر وثلاثين متر وإيه متر وثلاثين تمام عرض الصدفة عند مستوى الدور يعني عند صدفة الوصول يعني متر وإيه متر وثلاثين وعرض منور السلم المنور المنور بيساوي كام ها اللي هو الفانوس بيساوي اتناشر سنطي اتناشر إيه سنطي طالما حطيتها علامة أكتب متر كلام جميل المطلوب هكتب له بقى المطلوب ها حساب إيه حساب القانون المستخدم حساب القانون المستخدم وهو ها اتنين قاف خليها باللون التاني عشان الناس تاخد بالها اتنين قاف زائد هو من الدين القانونهو ما تعبنش في حاجة بيساوي تلاتة وإيه تلاتة وستين سنطي يبقى القانون دا اللي هستخدمه فين هستخدمه في المسألة دي يبقى اللي قول الحاجة المنصوب الأولاني متر وثلاثين إلى منسوب أربعة متر ونص وعرض الصدفة أو عرض الصدفة الأولينية أو عرض صدفة الوصول نسوي متر وعشرة اللي هي عرض القلبة وكمان صدفة أو صدفة الوصول متر وثلاثين وعندي المنور اتناشر سنتي اتناشر ايه سنتي طيب المطلوب بقى هكتب على طول المطلوب ايه هو حساب عدد الايه عدد القوائم والنوائم عايز حساب أو عايز عدد القوائم اللي هي قاف وعدد النوائم اللي هي نون وكمان أبعاد محل السلم أبعاد محل السلم تمام يبقى ده مطلوب أولاني مطلوب تاني مطلوب ثالث أبعاد محل السلم موضحا اجابتك بالايه بالرسم اللي احنا رسمينه دلوقتي دوت موضحا عليه الأبعاد اللازمة طيب نبدأ نشتغل نبدأ نشتغل مع بعضينا أول حاجة هو بيقول إيه؟ بيقول بنقول له على طول نفرض أن نفرض أن نفرض أن إيه؟ ارتفاع ارتفاع نون أو القائمة قاف بيساوي 16 على طول ما احنا تعودنا من المرة اللي فاتت إن القائمة لو مش موجودة بقول عليها كام بنفرضها بمسافة لا تزيد عن ارتفاع ايه؟ ارتفاع رجل الصاعد أو الهابط على الأرض كلام جميل يبقى خلي بالك معاي يبقى نفرض أن ارتفاع القائمة قاف بيساوي 16 ايه تاني؟ عدد الايه؟ القوائم بيساوي كامل ارتفاع بقى هي دي الموضوع بقى كله كامل ارتفاع نقص ده اللي هو المتر وتلاتين نقصه من الاربعة متر ونص هيديني كام؟ يبقى قوله متر وتلاتين ناقص اربعة متر ونص المستوى التاني ماشي؟ هيديني كام؟ تلاتة متر برافو عليك تلاتة متر وكام؟ وعشرين صح كده؟ تلاتة متر وإيه؟ وعشرين الناس شغالة مظبوط ورايا تمام؟ هقوله كام عدد القوائم بيساوي يبقى عدد القوائم بيساوي كام؟ العدد بيساوي هقوله ان القائمة ها؟ تلاتة متر وعشرين على ستاشر برافو عليك الناس فاكرة هيه؟ الناس فاكرة الشغل معاي على ستاشر هتديني كام يا هندسة؟ هتديني كام؟ حد يتكلم بقى حد يتكلم مش هفضل انا اتكلم على طول انا بسمع منك وبكتب ها؟ هتديني ها؟ عشرين قائمة برافو عليك ممتاز حيث وان الارتفاع الموصول بين كل دور وآخر هو اللي بيساوي كام؟ أربعة متر وخمسين أربعة متر وإيه؟ وخمسين ناقص متر وثلاثين ناقص كام؟ متر وثلاثين بيساوي تلاتة متر وإيه؟ واسبناها يبقى السلم مكون من قلبتين والسلم عندي هو مدهولي بيقول لي من قلبتين قلبه وقلبه هادي واحد وهادي اتنين جميل ما فيش أي مشكلة يبقى عدد الايه؟ القوائم اللي هي قاف بتساوي في كل قلبة بتساوي ها؟ عشرين اللي هي طلعت دي على كام اتنين اللي هي القلبتين على اتنين مش عندي قلبتين بيساوي كام يا هندسة عشر قوائم عشر ايه؟ عشر قوائم جميل العشر قوائم دول مش هيبقوا بقى دلوقتي عشان أجيب دي بقى دي جيبت القوائم جيبت القايمة كده طيب عشان أجيب النوائم بقى يبقى عدد نون اللي هي النوائم بتساوي كام في كل ايه؟ قلبة هاخد العشرة دي أو العشرة ناقص واحد ما هو أكيد طالما في قائمة يبقى لازم يبقى في نائمة لكن القوائم بتكون أكتر من النوائم بإيه؟ بواحدة لأن بييجي في آخر صدفة عندي لصدفة الوصول دي بدخل لها نايمة بتخش عندي كأن مفوض السلم يجي لغاية هنا مثلا مفوض السلم بيجي لغاية هنا كده ومن هنا بيجي لغاية هنا كده في الحتة دي حلو يبقى الدرجة دي النايمة القايمة بتاعتها موجودة أما هي بتروح فين يا باش مهندس بتروح مع الصدفة يبقى ما بتتحسبش ما بتتأيه؟ ما بتتحسبش يبقى دول عشرة أدي قايمة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة جميل العشرة دول عشر قايم أهم يبقى فيهم فيهم نايمة ناقصة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة العشرة دي بتروح مع مين؟ مع الصدفة نفسها مع الصدفة لصدفة الوصول من هنا نفس الكلام يا صدفة الوسطى يا صدفة الوصول عشان أجيب بقى النوائم أو العشرة اللي هي عشر قايم ناقص واحد بتديني كم؟ تسع قايم تسع إيه؟ تسع قايم ودي عشر نوائم عشر إيه؟ نوائم طيب كده أنا جبت مين؟ جبت القوائم والنوائم جبت الإيه؟ القوائم والإيه؟ والنوائم يبقى جبت عشر قوائم ونائص يعني عندي القلبة فيها عشر قوائم يبقى إذن عدد النوائم بيساوي عشرة ناقص واحد اللي هي بتروح ساحق معه أو لاحق مع الصدفة بتديني تسع إيه؟ تسع نوائم طيب باجي بعد كده بقول إيه؟ بنافز على طول القانون بقوله القانون بيقول اتنين قاف زائد نون تسعي كام؟ اللي انت عايز أشتغل عليه هو الدهولي قال لي اشتغل على القانون ده تلاتة وستين طيب يا أستاذ هبدأ أشتغل على القانون اللي انت ديتهولي نبدأ نقول إيه؟ اتنين قاف بتسعي كام؟ اتنين في قاف دي كام؟ أهيه؟ ما قلناها أهيه؟ أيوا الناس خليها معايا كده يصحى معايا شوية أهي؟ بتساوي ستاشر اتنين اللي احنا فرضناها في الأول اتنين في كام؟ اتنين في ستاشر برفع عليك يبقى اتنين في ستاشر زائد ها؟ زائد نون ملهاش مكان ملهاش عرض أو ملهاش ايه؟ يعني مقاس دلوقتي لسه تساوي تلاتة وإيه؟ تلاتة وستين سنتي هاهم عامل ايه بقى؟ يبقى بقول له عدد النوائم في كل قلبة يبقى نون بتساوي النوائم في كل قلبة بتساوي كام؟ عشرة ناقص واحد بتساوي كام؟ او هنا بقول ايه؟ عمتا دي حسبناها خلاص؟ لا هنجيب عدد ايه؟ او عرض النايمة عندي يبقى بقول له نون بتساوي كاما هندسة دي احنا حسبناها هنا هنعيد عليها حساب تاني نون بتساوي تلاتة وستين اللي هي دي تلاتة وستين خلي بالك معايا تلاتة وستين ناقص اتنين وثلاثين اللي هي اتنين في ستاشر اتنين وثلاثين اللي هي اتنين في ستاشر دي وخدنا دي في الاول طبعا عشان النقص يشتغل معايا او يعني السالب يشتغل معايا ناقص اتنين وثلاثين بتساوي كاما هندسة يبقى ثلاثة وستين ناقص اتنين وثلاثين تديني على طول برافو عليك واحد وكام وخمسين واحد واربعين واحد وإيه؟ وثلاثين سنتي يبقى دي نون واحد وثلاثين سنتي عرض النقمة واحد وثلاثين سنتي طيب خلي باكش انا هنطلع منها حاجة مهمة جدا جدا دلوقتي يبقى اذا طول طول السلم طول محل السلم المطلوب التاني بقى او المطلوب اللي بعد كده طول محل السلم هيساوي متر وعشرة فين متر وعشرة دي قال ادي متر وعشرة هيا بش مهندس رحت فين قول لي يا ابن انت كده اتكلم كده شوية ادي المتر وعشرة فين اللي هي ايه؟ ايواء اهيه اللي هي عرض القلب برافو عليك اللي هي عرض الايه؟ القلب المسافة من هنا لغاية هنا مسافة من اين؟ من هنا لغاية هنا تمام؟ وقادي عرض القلب التاني من هنا لايه؟ لغاية هنا ده عرض القلب وبرضه في نفس الوقت هو طول الدرجة مش الدرجة دي فوق القلبة وعرض القلبة متر وعشرة يبقى قوله محل السلم ادي المتر وعشرة اللي هي طول الدرجة عرض الدرجة دي زائد متر وعشرة زائد كام اتناشر سنتي اللي هو الايه المنور المنور متر اتناشر سنتي زائد متر وعشرة تانية حلو يساوي كام هندسة يساوي كام يقول بقى 2 متر 32 2 متر 32 كلام ده صح محل السلم اللي هو عرض السلم عرض السلم عرض دي العرض عرض السلم بيساوي كام متر وعشرة دي زائد المتر وعشرة دي زائد اللي ايه ال 12 سنت ونص فاضل عندي مين طول طول محل السلم المتر وعشرة بقى انه بقى طول ده بيكون طول محل السلم بيساوي كام هندسة المتر وعشرة اللي هي عرض اللي ايه عرض الصدفة دي متر وعشرة لك معايا متر وعشرة زائد تسعة حط دي في قوس كده زائد تسعة في كام في واحد وثلاثين اللي هي مين تسعة في واحد وثلاثين اللي هي ايه اللي هي عرض اللي ايه اللي عرض اللي ايه النائمة عرض النائمة اللي هي تسع نوائم في كام في واحد وثلاثين زائد كام ها متر وثلاثين اللي هي صدفة الايه صدفة الوصول دي صدفة الوصول وده صدفة ها متر وعشرة متر وعشرة ودي كام متر وثلاثين حلو وديا كام وديت عشرة تسعة عشرة نقص واحد يدينا تسعة في واحد وثلاثين بتساوي كم هندسة بتساوي اجمع كده مع بعضيه مضرب دي هتديك كم حد يقولي كده بسرعة كم أيوة خمسة متر وتسعتاشر مزبوط كده خمسة متر وتسعتاشر لو سنتي لو انا هشير العلامة يبقى سنتي خمسمائة وتسعتاشر لو هقض العلامة يبقى خمسة متر وكام خمسة متر وتسعتاشر يبقى إذن أبعاد أبعاد محل السلم بتساوي خمسة متر وتسعتاشر زائد أو فيه أبعاده بقى هنقول فيه اتنين متر اتنين وتلاتين يبقى إذن عندي أبعاد محل السلم بقت موجودة عندي والكلام اللي أنا عايزه كله بقى كام أقول هنا المسافة دي خمسة متر وتسعتاشر الرسم بتاعي بقى وده اتنين متر اتنين وتلاتين المسافة بتاعت عرض السلم وقادي المتر وتلاتين وقادي المتر وعشرة وقادي الاثناشر سنتي وقادي المتر وعشرة هنا وقادي متر وعشرة القلبة التانية أو العرض القلبة التانية من هنا بكده أنا أكون عرفت أجيب المثال وفعلا الناس شغالة معايا كويس جدا جدا من الحلقة اللي فاتت واستفادوا شغلي كويس جدا لأن دي مهمة جدا جدا ممكن أنت في مدرستك يقول لك اعمل سلم تيجي تعمل السلم تقول له المقاسات كام يقول لك المسافات طلح حنت أنا عندي عدد القلبة بتاعتي فيها 8 درجات 8 أوائم على طول التمانية بقوا كام التمانية بقوا كام بقوا على طول مزبوطين معايا سبعة مزبوطين كام سبعة تيجي تشتغل تلاقي نفسك ايه مش عارف تشتغل لأن انت مش عارف تحسب السلم لا عايزك تعرف تشتغل حساب السلم اللي هو طول محل السلم سيبك من ان انت هتشتغل دلوقتي في المدرسة طب لو اتخرجت وانت مش عارف الموضوع دوت والدك جالك في البيت قالك يا ابن احنا بنعمل بيت عندنا هو وعايزين نأسس البيت ده بس عايزك تعمل لي محل السلم محل السلم تطلعه ازاي ممكن الصناعي تبوسط ليه يقولك ايه اعمله يا عم ستة في ستة ينفع ما ينفعش طبعا او ستة في اربعة ما ينفعش ليه انت هتعمله كام يبقى اذا لازم اعرف ارتفاع الدور اعرف هعمل ارتفاع الدرجة قد ايه اعرف المكان بتاعي يبقى قد ايه عايز الصدفة كام يا بابا عايز الصدفة المتوسطة كام الصدفة للوصول كام والمسافة اللي انت عايزها عايز فيها كام درجة او فانوس ولا من غير فانوس او عديم المنور او المنور بتاعه كبير فيه واحد ممكن يعمل المنور بتاعه يعمل فيه الاسنصير يعني يعمل بين الدرجة والدرجة وليكن اتنين متر او متر وعشرين فمن هنا هيبقى سلم تلت قلبات وهيشتغل معاك او هيشتغل معاك كواس جدا فيش ايه مشكلة بس انت حسبها وطلع لولدك ان انت ازاي او محل السلم هيكون كام بالزبط بحيث يبقى السلم مستريح وتطلع عليه وانت كبير او رجل كبير او انت شاب صغير او انت طفل فيه اي حاجة زي كده تعرف تطلع او اقل واحد في المجهود يعرف يطلع على السلم ما يجيش بعد كده يقولك انا علمتك ودخلتك سنة تلتة جدرات ومعرفتش تعمل حاجة خدت شهادة وخلاص ويدعي عليك ويدعي على المدرس اللي علمك او المدرب اللي علمك لا دور على الحلقة وتفضل اشتغل معانا كده عندك حلقتين فيهم ازاي نحسب السلالم على القانون المزبوط بتاعنا ولو عندي حاجة نقصة اقدر اطلعها وكمان اقدر اعرف احسب محل السلم ده قدي ايه بالمنسوب والمسافات المطلوبة اللي انت المفروض عايزها بحيث تطلع مستريح ومن هنا عايزين نخش مع بعض في تزبيط وشغل السلالم اللي هو ان انا ازاي اشتغل سلم حصيرة او سلم متغير الاتجاه سواء حصيرة او سواء كابولي سواء حصيرة او كابولي تعال نبص مع بعض نشوف انواع السلالم اللي احنا هنشتغلها مع بعضينا في تالتة خرصانة ايه هي اول حاجة سلم اللي هو السلم المستمر السلم المستمر النهاردة ده هيبقى ناخده على هيئة سلم حصيرة تعال معاي بقول لي من انواع السلالم اللي هو السلم الحصيرة والسلم المصمم درجه كابولي او المصمم درجه كايه كابولي او ككابولي يعني ايه الكلام دوت سلم الحصيرة ده بش مهندس ده سلم هو الحصيرة نفسها بتشيل نفسها بتشيل ايه نفسها يعني بتحمل من فوق الحصيرة دي اللي هي القلبة دي بتحمل من فوق لازم تكون متحملة من فوق ومتحملة كده من فوق على صدفة ومتحملة من تحت على أي حاجة سواء صدفة أو بادي اللي هو الجمل السلم يعني بيسموه الصناعية الجمل اللي هو بداية السلم اللي هو البادي هرسمه لك دلوقتي وهوضحه لك كويس جدا بس خليك معي ركز حلو يبقى دلوقتي السلم بتاعي سلم نوعين اللي احنا نشتغلهم السنة دي سلم حصيرة اللي هو ممكن يبقى السلم ده سلم حصيرة ممكن يبقى عندي سلم ايه مصمم درج وكابولي طب الحصيرة ده مش مهندس الحصيرة خدنا منه مسال سلم مستمر طب أيا كان السلم أيا كان بيبقى شكلين حصيرة ده بيبقى مرتكز من فوق من أعلى ومرتكز من تحت والحصيرة هي اللي شايلة الدنيا كلها هي اللي هتشيل الناس وتشيل الدرج وتشيل كل حاجة وتشيل الرخام وتشيل الأساس والناس اللي طالعة والناس اللي نازلة يبقى مين اللي هيشيل سواء انت عامل درج أو مش عامل درج أو هتركب درج بعد كده مين اللي شايل الحصيرة ركز ركز جدا في الحتة دي كويس خالص طيب السلم المصمم درج وكابولي مين اللي هيشيل الدرجة الدرجة عشان هي اللي هتصمم ان هي كابولي وهي اللي هتشيل الحصيرة وهي اللي هتشيل الناس وهتشيل نفسها وتشيل كل حاجة ليه عشان هيتعامل لها حاجة اسمها سيخ كابولي سيخ ايه كابولي فاكر الكابولي ولا مش فاكره طيب هشرحولك لما نيجي ليه بس خلينا مع بعض نعرف ايه هو السلم المستمر او ناخد اول انواع من انواع السلالم والسلم الحصيرة ونعمله على حاجة اسمها سلم مستمر خليك معاي طريق التنفيذ الشد الخشبية للسلم المستمر اللي هو هنعمله على نظام الحصيرة بقول للسلم الحصيرة اللي هو المستمر مكون من البتين مستمرتين يصل من منسوب الصفر الى منسوب الايه الى منسوب تلتمية وستين الى منسوب تلتمية وستين يعني تلاتة متر وستين وصدفة متوسطة على منسوب متر ايه وتمانين اكيد هنخسم دي من دي ونشوف الدنيا ماشية ازاي وصدفة الوصول على منسوب تلاتة متر وستين وكل قلبة طلها اتنين متر وتمانين اتنين متر وسبعين كما هو موضح بالمسخة الافخ هنبص عيد الوقت وهورهو لك وهنرسمه تاني مع بعض هل لبالك مهم جدا الرسم وقراءة الرسم ورسم المساقط والمسخة الرأسي في الرسم الموضح بالايه بالشكل فين الشكل بقى تعال امورهو لك ادي الشكل موجود عندي اهو كمسخة افقي من اسفل وموضح عليها عدد الدرجات من البادي من اليمين اهو نقطة السفر ومن البادي عندي عدد الدرجات وبعد كده اديني المنسوب الاولاني متر وتمانين من نقطة السفر متر وتمانين ووزع الدرجات على ارتفاع اللي هو متر وتمانين وهو لك ازاي دلوقتي تمام بعد كده عمل صدفة تانية وبين عندي جدا هي في المسخة الرأسي تمام وبعد ما عمل الصدفة التانية عمل ليه ايه قال لي القلبة التانية دي دي صدفة بعديها صدفة وصول او هنا بنسميها بسطة بسطة متوسطة وبسطة وصول او صدفة وصول ايا كان مع مرعاة ان البسطة بتكون مربعة والصدفة بتكون مستطيلة ودايما الصناعية بيقولوا على البسطة والصدفة صدفة ما مش هتفرق المسميات هنا ولكن اهم حاجة عندي نظام التحميل ونظام الشغل اللي انا هبدأ اشتغله معاك طيب ازاي انا بابدأ ارسم الرسمة اللي موجودة عندي وابدأ اشتغل على اساسها طيب تعالى معاك كده نحاول نرسم مع بعض بالراحة خالص السلم بتاعي اهو تمام هو قال انا عندي وليكن يعني الخط ده اللي هو هنقول عليه منسوب الصفر على طول منسوب الصفر على طول ونبدأ ناخد الايه ناخد القلبه نبدأ ندوس على منسوب الصفر كده ونعلم علام وناخد المسافة بتاعتنا لغاية ما نوصل المنسوب اللي هو قال عليه او المسافة اللي هو قال عليها قال لي المنسوب التاني الاولان يعني متره تمانين متره ايه ركز معايا متره تمانين منين؟ من الصفر منين؟ من الصفر يعني مش من أول درجة مش شرط يكون من أول درجة لو من أول درجة هيقول لي متر وخمسين خلينا نشتغل على متر وخمسين ليه؟ لأنه بأول البداية بتاعته عمل متر وثمانين من نقطة الصفر والدهبا دي هيبقى 30 سنطي ارتفاعه 30 سنطي يعني منسوب من أول درجة هيبقى كام هندسة؟ هيبقى متر وإيه؟ متر ونص من أول درجة احنا هنبدأ نشتغل من أول درجة أو نشتغل الطريقتين إن شاء الله دلوقتي مع بعض وهنوضح اللي اتنين بيتعملوا إزاي طيب يبقى وضح للمسافة دي وقال لي المسافة دي كام درجة؟ هتبقى حوالي عشر درجات كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حلو يبقى عشرة هيبقى تسعة في تمانية بكام مية وكام أو هتبقى تلاتة متر لو هي حسبناها على العشرة بقى المسافة من هنا لغاية هنا تلاتة كام؟ تلاتة متر لأن عدد النوايم هتبقى الأيمة والنيمة النيمة تلاتين هنعملها تلاتين والأيمة هتبقى خمستاشر أي درجة أي سلم بيبقى موجودة عندي بالشكل ده حلو كده؟ طيب المسافة اللي موجودة عندي اسمها مسافة أو اسمها شغل المنسوب أنا كده برسم بطريقة المنسوب المنسوب اللي هو الصفر أهو والمسافة دي بقى أومخدها على عدد الدرجات بتاعت اللي هي عشرة وأبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أرفع الارتفاع بتاعي اللي هو قال لي عليه المترو إيه؟ مترو نص أو مترو تمانين زي ما هو لو من الصفر لو من الدرجة نفسها يبقى كام؟ مترو خمسين الارتفاع ده وأبدأ أوصل السلم بتاعي أبدأ أوصل إليه؟ أوصل السلم بتاعي اللي هو بداية القلبة طيب بعد كده قال لي فيه إيه تاني؟ قال لي فيه بسطة وبعد البسطة قال لي فيه قلبة تانية منسوبها كام؟ زي ما يدهولي أخده برضو من بداية المنسوب ده وأخد مسافة القلبة قد مسافة الصدفة أهيه ومعلم معاه كده يبقى من هنا منسوب الصفر ومن هنا أقوم معلم المسافة اللي هي الثلاثة إيه؟ متر على حسب عدد الدرجات بتاعتي ومنها أخد الصدفة بتاعتي اللي هو أو البسطة مسافة البسطة اللي كانت مثلا وليكن واحد متر أو متر وعشرة أو متر وعشرين أيا كان زي ما يدهالك حسب ما هو مديها وهناك عمل لقلبة تانية بأخد المسافة بتاعتي اللي هي من الصدفة التانية بيبقى كام ها كام ثلاثة متر برضو أو مكاتب ثلاثة متر أو واخد ثلاثة متر من عندي وبعد كده أطلع الارتفاع كام اللي هو قال عليه هناك إنه عشر درجات هنا وعشر درجات هنا في متر ونص يبقى الارتفاع متر وكام متر وإيه؟ متر ثلاثة متر من المنسوب التاني متر ونص ومتر ونص ومتر وثمانين المنسوب اللي هو من أسفل البادي نفسه حلو من تحت الصفر يعني من البادي بمتر وثمانين هيبقى ثلاثة متر وإيه؟ وثلاثين ثلاثة متر وكام وثلاثين وأبدأ أخد الصدفة اللي هي الأخيرة اللي صدفت الصدفة الوصول كلام جميل طيب يا أستاذ منه بعمل إيه؟ بعمل آدي اللي هي البادي وأبدأ أطلع من البادي المسافة اللي هو هيحددها ده سلم طبعا حصيرة وأعلم المسافة من هنا كام نص سنتي اللي هي على الرسم اللي هي عشرة سنتي المفروض عشرة سنتي وليكن أو اتناشر سنتي ونص حسب ما هو يدهالي أو خمستاشر سنتي وهحددها من هنا برضو نفس الكلام ومنازل على المسافة بتاعت دي دي أنا كده بحدد سمك مين؟ سمك الحصيرة سمك مين؟ الحصيرة حلو إذا حددت سمك الحصيرة بأبدأ أطلع به وأبدأ أشتغل نفس النظام زي ما أنت شايف كده طيب كده أنا حددت الحصيرة ورسمت المسقط الايه؟ الرأسي خلي بالك معايا لما تيجي ترسم المسقط الايه؟ الأفقي بتاعها بتبدأ من البداية كإسقاط أهي معايا لغاية النهاية وبحدد طبعا على طول نهاية القلبة ونهاية القلبة بداية القلبة دي ونهاية الصدفة وبداية القلبة التانية وأبدأ أقفل مين؟ يبقى دي عدد الدرجات أو البادي بتاعي بقوم رسم عليه القلبة أو أول درجة طبعا ببدأ خطة الأيه؟ الألبة هي المفروض طبعا أن أنا دلوقتي أن هي حصيرة مش واضح عليها أي قلبة أي درجات حلو كده؟ واضح القلبة واضح البادي واضح عندي مين؟ واضح البسطة أو الصدفة حلو؟ وده هنا هيبقى إيه؟ البادي هيبقى إيه؟ في البداية البادي طيب أنا عايز أعرفك حاجة مهمة جدا إيه هي؟ أن أنا دلوقتي لو هأرسم السلم ده ممكن أرسمه بطريقة تانية أو عايز أعرفك أن أنت لو خدت المسافات بتاعتك خدت البادي أو من نقطة الصفر من فوق الصفر بقى أبدأ أرسم مين؟ أرسم البادي اللي هو الدرجة الأولينية كده ارتفاع 15 سنطي وأخذ النايمة بتاعتي عرض كام 30 وأبدأ أخذ كمان عندي الارتفاع ارتفاع الدرجة اللي هو مين؟ اللي هو يعني الأيمة وآدي النايمة وآدي كمان القائمة وبعد كده أخذ النايمة وهكذا لغاية ما إيه؟ لغاية لما أوصل فين؟ أوصل النهاية يبقى أنا لو مشيت بطريقة أو رسمت السلم ده بطريقة المنسوب هأبدأ أخذ المنسوب من بداية محل السلم لنهاية القلبة لغاية وأخذ الصدفة وبعد كده أخذ المنسوب التاني للقلبة التانية وأرفع أخذ شغلي أو منسوب القلبة اللي بعديها ما فيش أي مشكلة خالص وأنا شغال برسم هأخذ إيه؟ أخذ أو أرسم يعني سمك القلبة سمك الحصيرة يعني وأحددها وأبدأ أرسمها يبقى أنا كده رسمت الشغلي مظبوط طيب ده ينفع؟ آه ينفع طيب السلم وهو حصيرة كده هيجي بعد كده يتركب عليه إيه؟ يتركب عليه درج والدرج ده لازم يكون مظبوط على حسب المنسوب طيب أنا لو حبيت أرسمه على الرسم بطريقة الضرب أرسم القلبة الأولانية أو أرسم الضربة الأولانية ارتفاع وأخذ نيمة ارتفاع يعني قيمة وأخذ نيمة وأو أعمل إيه؟ ارتفاع يعني إيه؟ يعني قائمة وأخذ النيمة وارتفاع يعني قائمة وأخذ النيمة وهكذا إلى أن أصل إلى المنسوب المنسوب المطلوب على حسب عدد الدرجات لو عشرة أو تمانية أو تسعة ايا كان اشوف المطلوب كام والسلم متحدد بمنسوب قد ايه وارتفاع قد ايه يعني ايه ارتفاع ويعني ايه منسوب قبل ما اقولك يعني ايه ارتفاع ويعني ايه منسوب السلم والمسافة اللي هي دي وكلام من دو طيب مع مراعاة ان انا قصاد كل قلبة هبقى رسم مين في الافق على طول هارسم الدرج بتاعي نفس الشكل اللي انت شايفه دو هارسم قصاد كل درجة الايه القائمة بتاعتها او عدد الدرجة على حسب المسافة الايه المطلوبة بتاعتي فين في المسقط الافقي كذلك بس ده بيبان خط يعني بتباني النائمة فقط لغير اما هناك بتبان ارتفاع الدرجة وعرض النائمة اللي هي المتلوتة بتاع الدرجة طيب منين بقى جهة الارتفاع ده اللي هو المنسوب ده من عدد درجة اللي هي ايمة اتنين تلاتة اربعة لو عندي عشر اوايم يبقى عندي في عشرة في كام عشرة في خمستاشر يديني كام هنا ها قول معايا نحن كنا بتتكلم دلوقتي في القانون والدنيا الخرباء يا عم تكلم قول لي سمعني انت بتقول ايه عشر عشرة في خمستاشر اللي هي اللي هي خمستاشر اللي هي الايمة ايوة كده اتكلم يبقى عدد الاوايم دي عشرة في كام في خمستاشر هتسوي كام مية وخمسين ايوة ده مية وخمسين المسافة دي من هنا لهنا كده مية وخمسين مية وخمسين سنتي او متر ونص يبقى المسافة من هنا اللي هنا بتسوي كام يبقى حتة قيمة زيت حتة قيمة زيت حتة قيمة وزيت حتة لو جمعتهم مع بعض هيدوني مين هيدوني الارتفاع ده صح ولا مش صح هيدوني الارتفاع دوت يبقى كده الكلام ايه مزبوط ولا مش مزبوط يبقى انا بقى ازبط على هذا الاساس طيب يا استاذ المسافة دي جات ازاي سامع واحد بيقول لي يبقى حتة نايمة زيت حتة نايمة زيت حتة نايمة برافو عليك مع مراعاة ان التلاتة متر التلاتة متر دي اللي انت عايز تحسبها انت حسبت فعلا صح ان عندي عشر لو هم عشر قوايم يبقى هتبقى عندي تسعة في تلاتين تسعة في كام في تلاتين بتساوي كام يا هندسة ها فاكر انت طبعا اهو يبقى ميتين وسبعين يبقى ازا دي لو انا هاخد التلاتين سنتي من الصدفة زي ما انا واخدها كده يبقى هكتبها تلاتة ايه تلاتة متر يبقى عندي تسعة في تلاتين يبقى تلاتة متر طبعا انا لو خدت ساحق بتاعي من الصدفة نفسها او القلبة بقى اكتبها كام اتنين متر وكام اتنين متر وسبعين يبقى انت شغلك كده بقى مظبوط المعماري بتاعك انت بدأت فعلا ترسم الرسم مظبوط تعمل محل السلم بتاعك مظبوط هو محل السلم ينفع سلم مستمر اعمله محل سلم يا باش مهندس اه ينفع ما ينفعش ازاي ده ينفع ونص كمان تمام يبقى انت النهاردة عشان تبدأ ترسم السلم بتاعك وتشتغل السلم بتاعك يبقى معاك الرسم الايه الرسم المعماري والرسم المعماري بيوضح المسقط الأفقي والمسقط الرأسي وكمان بيوضح لك محل السلم اللي انت هتشتغل عليه والرسم المعماري فيه كام درجة في القلبة وفيه منسوب القلبة ارتفاع القلبة الاولانية على منسوب كام من نقطة الصفر وارتفاع القلبة التانية على منسوب كام من نقطة الصفر او من القلبة التانية اللي بعديها ممكن يديني يقول لي 150 او 180 المنسوب الاولاني بتاع القلبة الاولانية ومية وخمسين من القلبة الأولينية يبقى الاتنين زي بعض بالزبط يبقى إذن القلبة التانية من تحت 3 متر مع ارتفاع البادي 30 سنتي مثلا أو 40 سنتي يبقى أزوده على طول على التلاتة متر اللي هو المنسوب القلبة اللي موجود عندي أبدأ أزوده وأبدأ أشتغل على هذا الأساس يبقى إذن عرض أو المسافة تحت محل السلم اللي هي عدد النوايم أجمع عدد النوايم طيب المنسوب والارتفاع بتاع السلم أو الصدفة اللي هو عدد الأوايم خلي بالك من الحتة دي وطريقة الرسم عرفنا إزاي أرسم الرسم بطريقة المنسوب عشان في السلم اللي جاي إن شاء الله في السلم المصمم درب كابولي هرسمولك على طول ونشتغل على طول معماري ونشتغل عليه الشدة لإيه الشدة الخشبية على طول خلي بالك طيب الحاجة التاني اشتغلنا ونقدر نرسم التمرين بتاعنا ونرسم السلم بتاعنا على إيه؟ على عدد الدرجات على عدد الدرجات لو عندي عشرة درجات اعمل يا عم من منسوب السفر وارسم الأيمة وبعدين نايمة والأيمة وبعدين نايمة وأيمة ونيمة لغاية ما توصل لغاية النسبة اللي أنت عايزها لكن لو ست سمع واحد بيقول لي إيه؟ طب أنا هرسم سلم حصيرة أرسم إيه؟ سلم حصيرة حصيرة يعني معلهوش إيه؟ درج طب ما هي باش مهندس أنت ينفع تشكل للسلم الحصيرة درج ويتعمل ده لو مطلوب منك كده طب الحصيرة يعني أنا أعمل حصيرة بس وأعمل فيها درج ممكن ممكن أشكل لها درج خرصانة يتصب خرصانة وممكن ما أشكلهوش درج ممكن أعمله رخام أو أصبه مزايكه بره وأجيبه وركبه على الحصيرة ينفع؟ آه ينفع مع مراعاة التحميل أثناء الايه؟ التسليح التسليح للقلبة بيكون الرئيسي للقلبة التسليح الرئيسي للقلبة لأن هي اللي بتشيل السلم لما يكون سلم حصيرة بيحمل من أعلى ويتحمل من أسفل يبقى القلبة محملة من أسفل ومحملة من أعلى أما في الكابولي إن شاء الله في الحصة اللي جاية هيبقى محمل على الدرج على الايه؟ على الدرج طب عرفنا نرسم دلوقتي السلم إن شاء الله في الحصة اللي جاية هسألك رسمت ولا لأ وخليك ترسم رسم مصقة أفقي ومصقة رأسي بطريقة المنسوب وبطريقة الدرج خلي بالك معايا تعال نبص نشوف هو عايزي جبلنا إيه تاني آه بيقولك دي الشدة الخشبية الشدة الخشبية زي ما أنت شايف كده قدامك متكونة من ايه؟ بتتكون من أوايم وجسوء وبياندات وممكن جسور وممكن ايه؟ أوايم وبياندات أو أوايم في بياندات في جسور ما فيش أي مشكلة وبرة بيسميها ايه؟ تمام برة بيسميها براندات برة بيسمي البياندات دي براندات برة بيسمي فعلا البراندات البياندات دي بيسميها ايه؟ براندات طيب خلينا مع بعض كده نشوف خطوات تنفيذ الشد الخشبية للسلم خطوات تنفيذ ايه الشد الخشبية للسلم الي معايا او الي موجود عندي الي احنا رسمناه من شوية وتعلمنا رسمته ازاي الي هو السلم الحصيرة اهيه خطوات تنفيذ الشد الخشبية للسلم الحصيرة بطريقة السلم المستمر الاتجاه يعني ماشي فين يعني ايه مستمر الاتجاه طريقة تنفيذ التقفيصة لشدة سلم مستمر سلم حصيرة لسلم مستمر الاتجاه يعني ايه مستمر الاتجاه معنى كلمة مستمر الاتجاه اه استاذ يعني في حاجة بتلف اه بعد كده في سلم تاني اللي هناخد الحصة جاء ان شاء الله سلم ايه متغير الاتجاه طيب ما نقف مع بعض حتة كده تاني هنا شرحناها قبل كده وقلناها هفكرك بيها اللي هي ايه خلي بالك السلم الحصيرة سلم ينفع يتعمل مستمر الاتجاه وينفع هو هو السلم الحصيرة يتعمل متغير الاتجاه سواء يميني او سواء يساري والافضل يساري عشان ضغط الدم اللي هو بتلف انت في العمارة تبع او ناحية ايه عكس عقارب الساعة حلو تأفضل واريح واصبط للايه للصعد او الهابط طيب يا استاذ السلم الحصيرة ده ينفع استخدمه مستمر وينفع استخدمه ايه متغير الاتجاه امال انت هتجيب لي السلم المرة الجاية اللي هو المصمم ضرب وككابولي متغير الاتجاه ليه لازم تعرف الاتنين لازم تعرف الاتنين المستمر بقى ما ينفعش يتعامل كابولي الا في حالات بسيطة ما ينفعش يتعامل السلم المستمر ده يتعامل كابولي الا في حالات بسيطة جدا لما يكون جنب منه حيطة وفيها فخز كبير وده بتحصلش كتير ولكن اللي عايز اقولهولك ان احنا دايما في المنشآت اللي عندنا كلها بنستخدم اكتر حاجة السلم الحصيرة ونقوم مشكلله درج او نركب عليه درج يا اما مزايكو يا اما رخام ايا كان زي ما انت عايز يا اما نشكل عليه الدرج ونعمله خرصانة ونركب عليه الايه الرخام طيب النهاردة عايزين نشتغل السلم المستمر على هيئة سلم حصيرة سلم ايه حصيرة يعني هعمله البلاطة بس الميلة البلاطة الايه الميلة مع مرعاة تحملها خليك معاي تنفيذ او طريقة تنفيذ التأفيصة بقول لي اول حاجة يتم وضع الاوايم الفليري قطاع عشرة فعشرة الداخلية لكونها موجودة تحت شدة مين البلاطة الايه ايه الميلة وهو اضحه لك دلوقتي وتسبت مع البيانضات والجسور الفليري ها وتسبت مع ليه البيانضات والجسور الفليري خلي بالك عشان حلقتنا ورابط تخلص ونلحق ننجز حاجة مع بعض خلي بالك عشرة فعشرة برضو اللي هي الجسور الفليري بالقومة الحديدية بتتسبت طبعا مع بعضها وتكون اسفلها فرشة من خشب البنتي قطاع اتناشر اتنين وعشرين سنت ونص في خمسة ركز معي على الداتا كده وخلي بالك واحنا بنرسم طبعا طبيعيا عشان انا يعني هارسم الشد الخشبية انا مش هشتغلها دلوقتي ولكن هقولها لك على الرسم ازاي تشتغلها برضو وهنشتغلها مع بعض بإذن الله طيب لما اجي ارسم الشد الخشبية لازم اعمل مين لازم اعمل الايه القلبة بتاعتي قادي الايه القلبة وقادي الصدفة حلو ومن هنا عندي حاجة اسمها الايه اسمها البادي وقادي مين ارتفاع البادي سي ما يكون حسب الايه حسب المسافة اللي هو عايزها ولكن في نقطة هنا عايزك تركز عليها ايه هي وانا شغال خط المسافة دي او المنسوب بتاعي اللي هنا من نقطة الايه من نقطة الارض او من البادي بقى راعي ان انا في الاول هاستخدم عروق واوايم في الليري ارتفعها بسيط او ارتفعها قليل فاخد فضل بسيطة المهم اول حاجة هاخد مين هاخد بيانضة من اول الايه البادي واعرف مكان البادي فين لازم اعرف مكان البادي فين وااخد الايه البيانضة الاولانية البيانضة الايه الاولينية هرسمها لك كمسخة ايه كمسخة افقي برضو ادي البيانضة الاولينية اللي هي دي و ادي البيانضة التانية اللي هي المفروض ان هي وراها على طول ان هي ايه وراها على طول طيب ايه استاذ خدنا البيانضة الاولينية بعد كده خدنا البيانضة التانية اللي هي البيانضتين دول باخد عليهم حاجة اسمها جسور جسر كده من البداية جسر كده و ااجي في النهاية خالص عند مين عند نقطة تلاقي تمام يا فندي بفضل معنا 3 دقايق عايزين نخلص فيهم ان انا اعمل القويم دي ازاي يركز معايا عند نقطة تلاقي الصدفة مع القلبة نهاية النقطة دي نقطة الصفر دي اللي هتقرفنا بعد شوية عشان نعرف نسلحها ازاي وقوم جاي هنا تحت الصدفة يعني بعد نهاية القلبة اقوم نسبت ايه اقوم نسبت بيانضة يعني في نهاية الصدفة وفي نهاية القلبة اقوم نسبت ايه بيانضة او جسر هنا في الحتة دي كده والجسر ده انا سبتته من هنا كده تمام ايه دي الجسر اللي بعد كده اهو حلو ده في نهاية مين في نهاية ايه في نهاية الصدفة على طول في نهاية الصدفة وبداية القلبة بثبت جسر بحيث اجي قديها قايم من هنا قديها ايه قايم من هنا والقايم ده خلي بالك هنستخدمه كتير وأجد ديها قايم في الآخر قايم فين في الآخر كده حلو كده طيب يا أستاذ بعد كده بقوم موزع المسافة اللي هنا دي بالتساوي بين المسافات اللي هديج للبيانضات أو الجسور اللي أنا هعملها يبقى أنا هعمل جسر تاني كده هعمل جسر تاني كده طيب أنا عملت الكلام ده إزاي بش مهندس في دقيقة كده على السريع عشان نختم حلقتنا النهاردة قصت المسافة دي من هنا لغاية هنا لقيتها كام ثلاثة متر زي ما كنا بنتكلم جميل خدت المسافة دي كام على خام أربعين سنتي أو تلاتين سنتي بخسم دي من المسافة اللي باقية بتديني الجزء اللي فاضل في النص بياخد مثلا مسافة تاني آيمتاني هنا مرتكز على الأرض وآيمتاني هنا مرتكز على الأرض حلو أشوف المسافات دي هتيجي معايا كام التلاتة متر دي هتيجي وليكن تسعين تسعين تمانين مثلا وأشوف اللي بقى هيبقى هيديني قد إيه خدت بالك تسعين مثلا تلتة في تسعة لا يبقى كده دي هتبقى سبعين سبعين تمانين تمانين المهم إسها ووزع المسافات بين الأوايم مع بعضها بالتساوي أهم حاجة تاخد الآيم الأولاني والآيم الأخير عشان تقدر تاخد مين الآيم الأخير ده هتعرق وتطبق عليه الصدفة والقلبة والآيم الأولاني ده هتشتغل عليه عرق وتطبيق القلبة وكمان هتقوى عليه الارتفاع دوت اللي هو اسمه جنب البادي اللي هو جنب المي ده الأولانية دي حال وكده يبقى بعد ما أخد ده وأخد الآيم الأخير بأخد اللي في النص ده مسافات محورية أوزحهم زي ما تيجي معايا جاء تمانين تمانين سبعين 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 ما فيش أي مشكلة هتبدأ تزبطها ومن هنا أهم حاجة عندي الآيم الأولاني والآيم الأخير وإزاي تعرف تقصة المسافة بين الأوايم ومن هنا الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنبدأ مع بعض في تقصية الأوايم وكمان الطابق العلوي للبيانضات والجسور وإزاي أعمل تطبيق القلبة أو تطبيق القلبة وتطبيق الصدفة وإزاي أعمل علاقات بتاعتها عشان أعمل لها التطبيق بتاعها ومن هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته